الاسبوع اللي فات حصل حالة من الصدمة بسبب الحملة الاعلانية اللي قامت بيها دار الازياء العالمية بلان سياجة وبصراحة كلمة صدمة هنا قليلة لان اللي حصل من الشركة كان كارثة بكل المقاييس وعشان اللي ما يعرفش القصة خلوني اقولكم باقتصار ايه اللي حصل الناس سحيت في يوم من الاسبوع اللي فات ولقوا دار الازياء العالمية دي عاملة حملة دعاية جديدة لها فيها استغلال الاطفال وكثير من الايحاءات الجنسية الخدشة للحياة والترويج لكثير من الافكار الشازة بكل ما تحمله الكلمة من معنى وطبعا لما دا حصل الدنيا كلها تقلبت لدرجة انه كثير جدا من الفنانين العالميين والمصريين كمان قراروا مقاطعة الشركة ومنتجتها مش بس كده ده ظهر عدد كبير من الوجوه الاعلامية للشركة وهم بيقطعوا منتجتها صحيح ان الشركة رجعت بعد كده ومسحت الصور ونزلت اعتذار رسمي عن اللي حصل وقالت انه ما كانش من المفروض انه الازياء والاكسسوارات دي تتعرض مع الاطفال ولكن الموضوع مخلص لحد هنا لان فيه قضايا كثير بتلاحق دار الازياء حاليا في القضاء في معظم دول اوروبا تقريبا كل دا خلينا نسأل نفسنا اكتر من سؤال مهم اولهم هل زي ما بقينا نشوف منصات بتقدم افكار مسمومة لمجتمعنا من خلال بعض الاعمال الفنية اللي بتقدمها هنشوفه بينتشر برضو عن طريق بيوت الموضة وغير السؤال دا فيه مليون سؤال وسؤال الواحد بقى بيفكر فيه لما بيشوف اللي بيحصل حوالينا ولكن طبعا اهم اسئلة بالدور حوالينا القصة دي هي متعلقة بالاطفال اللي اتعرضوا للاستغلال وواضح جدا ان الاطفال دولة يعني صغيرين جدا في السن اشتركوا في القناة